أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي أن هناك العديد من المقترحات وتوصيات التي يتم دراستها حاليا بشأن إتاحة تيسيرات ومحفزات لأبناء مصر بالخارج في عدد من القطعات مؤكدا أهمية الترويج لهذه المبادرات بشكل يضمن توسيع قاعدة المستفيدين منها جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع وزيرتي التخطيط والهجرة ورئيس هيئة قناة السويس وعدد من المسؤولين تطرق الاجتماع إلى موقف الشهادات الدولارية التي يتم إصدارها للمصريين بالخارج حيث تمت الإشارة إلى ما حققته هذه الشهادات خلال الفترة الماضية التي شهدت إقبالا كبيرا من جانب الرغبين في الحصول عليها